لا يخفى على الكل أن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا خلت فيه كثير من الشخصيات تبرز في هذا المجال بعض ممكنهم يسميهم إذا بنتكلم كبنات فاشنيستا بلوغر وغيرها ودائما ما يكون مرتبط بالشخص اللي على قولتهم يروح يأكل أكل بلاش في المطاعم هل هذا صح أم غلط في عالم السوشال ميديا رح نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفتنا ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي شيء ما ألم لي في مساء الخير وحياة الله حبيتي مساء نور الله حييت نورتنا 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 بالبداية خلنتك للموضح حق الناس ليش اتجهتي وخسرتتي مواقع التواصل الاجتماعي تكوني ناشطة فيه وبلوغر بصراحة بداية برغبة أهلي قالوا لي ليش ما تصيري ليش ما هذا بالبداية كنت يعني مترددة شلون يعني أدش شلون شذي شلون بعدين قلت لا أبي أكون قدها المنافسة وأحب أني أكون قد المسؤولية وأكون شجاعة وأقابل الناس وأشوف فالحمد لله ما لقيت أي اختلاف مع أهلي وقالوا لي جوهد الحمد لله هو دائما لما تكون البنت يعني طالعة بشكلها المحترم وقعد تتكلم بطريقة محترمة حتى إذا كانت تناقش فيه قضايا اجتماعية بطريقة أيضا منطقية فهذه أكيد ما لها أي أشكال خصوصا في المجتمعاتنا إذا بنتكلم أحين على بعض المساميات اللي بدأت تطلع ويطلقون عليها في السوشال ميديا إن كان بلوغر إن كان فاشنيستا وغيرها وين الفرق ما بين الاثنين الفاشنيستا هي الفاشن يعني بين الميكوب اللبس يعني مثل العرض أن تركب لبس على لبس ألوان على الألوان يعني هذا الفاشن أما البلوغر مثل إعلانات المطاعم الكافيهات توري الناس شنو فيه يديد شنو فيه ناس هبه فيه شنو فيه مثلا الناس أكثر شيوان متواجدة فاختلاف بس أهم دمجين هنا دمجين يعني مثل ما تقولين البلوغر مع الفاشنستا هو واحد بس هو فيه اختلاف وهو فعلا دائما نحن نشوف بالسوشال ميديا حتى يمكن عندنا بالكويت البلوغر والبنات بشكل عام والشباب يمكن خلاص كلهم خذوا كلمة واحدة فاشنستا هذه البنت مهما كانت شنو قاعد تقدم بالسوشال ميديا أي فاشنستا حتى هم وصاروا فيهم أن خلاص تقبلنا هالكلمة طبعا تقولنا عنها فاشنستا قولها ولكن أنت عادة أقول لك شغلة ما في ولا واحدة محترامي مع كل البنات الموجودين في السوشال ميديا بس ولا واحدة ممكن أن يطلقون عليها مصطلح فاشنستا بالمصطلح العالمي أنا قاعد أتكلم كمصطلح عالمي مصطلح العالمي يقول أن الفاشنستا الشخصية اللي تبتكر لها الموضة وما تكون ماشية على الموضة العالمية احنا عندنا أغلب بناتنا لأهم مع الموضة مو اللي قاعدين يبتكرون لهم ستايل خاص بطبط أنا أيدك فالتكلام وعرفوا ولكننا بنعرف أنت شخصيا ليش مثلا رافضة نهائية نيطون عليك اسم فاشنستا مع أنه خلاص صار الوضع أنت فاشنستا ولا لا راح نقول لك هذا اللقب دائما أنت موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي ما أدري ما أحب اللقب لأنه يعني مثل ما تقول أنا مو فاشنستا يعني أنا ما قاعد أركب لبس على لبس ما قاعد أواكب الموضة باللبس كثير ما أنا أهمني أنه أنا أور الناس شنو فيه من مطاعم يديدة شنو فيه مثلا يديد بالكويت المطاعم الكافيهات كل شي موجود فعشان شذي ما أحب هالكلمة عندك بلوغ ولا بعد ولا بس انستجرام انستجرام والسناب شات تمام يعني هذه المواقع التواصل التي قاعدت وثقين فيها في أي شيء أي تجربة أنت تكونين موجودة فيه إذا كان مطعام كافيه أو غيره إذا بنتكلم إحنا كناحية شخص يكون عنده بلوغ فيكون أساسا يسمى بلوغر شو ممكنه هو يتعامل مع البلوغ اللي بتالي ممكنه هو يزيد عنده الفولوورز والشخصيات اللي ممكنه هي التابعة طبعا بالبداية شنو العفوية شنو يعطي من قلبها حق الشي شلون لما يروح حق الناس بابتسامة يعني أنا فلانا بسوي تشذي بسوي شي شنو عندكم شنو ما عندكم يعني الواحد يعرف على نفسه شوي شوي وتقبل الناس فالعفوية شي لازم ممتاز مثل أني صارت فترة بسيطة ولكن نجحتي فيها 9 شهور وشفتي 9 شهور ولكن نجحتي في هذا المجال يمكن وائد ناس قاعدة وسنين ما يقدرون أنهم ينجحون أو يصلون للطاقات الشبابية يمكن شاركتي ورحت هي كثير من المطاعم والمعارض وساعدتهم دعمتهم بهذا الموضوع وفعلا هم يواجهون بعض التحديات فنبي نعرف منك أنت لما شفتيهم ورحت هي شاركتي معهم في هذا المواضيع شنو أكثر تحدي واجههم ما في دعم لهم يعني هم قاعد يتحدون بعض مثلا بالبوثات أنا أكثر شي عندي اللي قاعد أروحها بالمعارض فالبوثات يعني كل واحد يتحدى بعض أنا عندي هذا أنا عندي شيذي بس كلهم ناقصهم الدعم يعني أنا لم يقولوا والله أنت ليش تدشين ليش تشوفين بالحكس أنا اجتماعية يعني أنا أحب الناس أحب استكشف أحب تعرف عن الناس أخذ وعطي وأشوف شنو موجود بالمشاريع اللي موجودة بالكويت جميل شيما أنت تخصصت شيء يعني مختلف تماما في البنوك وغيرها في هذه الأمور شون قادر أن أنت توافقين ما بين الأثنين وهل شغلت في البنوك ممكن هو يأثر عليك كونة شخصية ناشطة في سوشال ميديا أنا طالبت بنوك بس أوقات كليتي مرات مع الإعلانات ما أقدر أكون مضغوطة حيل لكن قاعد أوافق بين دراستي وبين الإعلانات ممتاز الله يفكشت في هذا شيء صعب وهو وفعلا صعب يعني على صحتك على أنك أنت شون تبتعطي شون لكن ترتيب لأنها المتشوفين تتسعدين مجموعة كبيرة من الشباب والناس فعلا هذا يعني تحسين براحة أكيد أرتاح كافي الدعوة الحلوة الحمد لله شيء ما يمكن خنقول عندنا بالكويت أو بالخليج بشكل عام البنت قاعد تقدم كل ما هو جميل بالسوشال ميديا جدام أهلها وربعها وبشكل عام ما قاعد تسوي شيء غلط قاعد تقدم سواء الفاشنستا أو البلوغر أو أي شخص موجود بالسوشال ميديا ليش البعض يشوفها بنظرة سلبية سلبية خصوصا بالمجتمع العربي يشوفون الشيء السلبي وحطونا يعني يوخرون عن كل شيء إيجابي ما يكونوا مثلا هذه مثلا بنت كويتية تبتطلع تبتور الناس أننا إحنا غير يعني إحنا تفتحنا بأمور لكن بنهاية مجتمعنا الخليجي أول عربي يشوف الشيء السلبي أكثر من الإيجابي عكس الدول اللي برا صحيح معلل منه يعني أكثر البنات اللي مشاهير في السوشال ميديا كلهم بنات محترمات قاعد يقدمون شيء وايد حلو وايد راقي اللي البنات ممكنهم يستفيدون منها وما في أحد لو ما في أحد قاعد يتابعهم ما لقيتهم وصلوا له هذا وصلوا للعالمية الآن قاعد يتعاملون مع بناتات موجودة في العالمية وهذا ندل فنيدل على جهدهم للأمانة واحترامهم ومسؤوليتهم في هذه الوسيلة الإعلامية اللي هم قاعد يستخدمونها إذا بنتكلم أكثر على موضوع آخر موضوع اللي ممكن نحن أي شخص يكون موجود في السوشال ميديا هل بالضرورة أنه يكون متخصص في شغلة معينة بمعنى أن أنت يتكونين مثلا متخصصة في تذوق المطاعم المنيوات الموجودة في المطاعم وغيرها يكون بس هذا التخصص أو تخصصتش بس فاشن أو بس ميكب أما تفضلين الشخص يكون لا ملم في كل شيء ملم في كل شيء لأنه مثلا عني أنا عن نفسي ما حرف أحط ميكب مو لازم أنا أمشي على براند الميكب لازم أنا أسوق وأسوق حق الميكب لكن أنا يعني أحب الكل شيء طبيعي وكل شيء ناعم فأنا أحب أنه التفرع يعني مش لو مثل ما تقولين بشكل عام بشكل عام يكون أفضل حلو إنزين لازم تكون البلوغر أو الفشنستة أو الميكب أرتس يعني بشكل عام البنات عشان تكون ناجحة في مواقع التواصل الاجتماعي لازم يكون لبسها من فوق لي تحت على قولة الماركات لا يعني أنا أحب كل شيء متواضع يعني مثلا أسرار أنت تلبسين ماركات ممكن لكن ممكن لبسك ماركات أنا أحب التواضع بكل شيء يعني الماركة ما رح تنقص من قدري ولا من تنقص صحيح تولي كتب أقول الشيء يعني ما رح تنقص يعني ما رح تنقص إطلاعوا بسيطين إطلاعوا على شخصيتهم ولكن بعد ما إنجحوا الله يوفقهم ما نحسدهم على نجاحات لهم وصلوا لها من عدد المتابعين أو لإعلانات بدأت تغير شخصيتهم حتى إحنا كم مجتمع بدأنا نتابعهم بدأنا نغير نظرتنا لهم فهل ممكن تي راح تغيرين؟ لا أنا أهم شيء أن مثل ما أمي الله حفظها وأبوي الله حفظها قالوا لي تمي مثل ما أنت عليه أنا تمام مثل ما أن عليه بتواضعي بأخلاقي بعطائي من قلبي حق الشيء صحيح إذا بتكلم من جانب ثاني جانبه ممكن أنه يأثر على البنات اللي ممكن أنهم يتابعون أي شخصية تكون مشهورة في السوشيل ميديا البعض نحن قاعد يشوف أن البنات تاروا يهتمون في الماديات بسبب أنهم قاعد يشوفون مثلا فلان ألبست شذية أبي ألبس نفسها رايحة المكان الفلاني أبي أروح نفس المطعم اللي هي رايحة له الأمور نفس هذه اللي صارت تغييرت حتى عند البنات أو جيل جيل البنات وفئة الشباب إذا إحنا نقدر نقول صاروا يهتمون في الماديات أكثر من أنهم يهتمون في الأمور مفترضة أن يتكون عندهم مهمة كدراستهم وغيرها وحياتهم الشخصية والأسرية هل تتوقعين أن الأشخاص فعلا اللي مشهورين في السوشيل ميديا أهم اللي أثروا على المتابعات أم المتابعات أهم اللي عطوهم هذه الفرصة أن يأثنوا عليهم أهم الأثنين بيني وبيني أنا ما أجامل بس أهم الأثنين لأن إذا أنا رحت هالمطعم وأنا ما عندي مكانية لكن ببالهم أن أنا عندي فلوس ولا ما عندي أنا أبي أسوي أنا أبي أروح أنا أبي أسوي بس لا التقليد يعني يكون فأنا أرفض هالشيء وأحيانا حتى يمكن كثير من الناس اللي موجرين في مواقع التواصل الاجتماعي دائما الناس عبالهم لما يروحون للمطعم الفلانية أو الماركة الفلانية ممكن يكون معطينهم بلاش في أحيانا فعلا أكيد يكون مقابل الدعاية ومبالغ ولكن في أحيانا أشخاص ممكن يروحون دعم للناس بشكل عام من غير ما يدفعون لها ولا يكونوا بلاش تترون البلوغر أو يكون الشخص نفسه أو هو رايح يدافع يبي يوصل رسالنا فيه شباب وطاقات ممكن يقدمون المجتمع بشكل جميل ولكن سؤال الأخير نختم فيه اللقاء يمكن أبي عرف هل أنت تدرسين كل موضوع تنشرين أو توصينا للمجتمع بشكل عام نقع نشوف كثير من الأطفال ما نقول الشباب والبنات قاعد تأثرون في كل المشهورين نقع نصير نفس تفلان نبتي لنا نفس هدية تفلانة جنطتها نقع نفس الماركة وايد قاعد تأثرون صاروا شوي غنقول ماديين صح يعني احنا مثلا نماروح أي مكان يعني أنا عن نفسي شون بدي ترى أنا من نفسي قمت أروح الأماكن وأنا أدفع مو شرط أن أحد يعطيني يا قفت يعني أنا قمت أروح أستكشف أشوف وأدور مو شرط أنه شيء لببلاش لكن أوصل أنه في شيء بالكويت أنه هذا حلو أكله هذا مو حلو هذا عجبني لكن بالنهاية ماكو شيء يسمي قفت بين البين صحيح يعطيك العافية وموفقيا إن شاء الله سواء كان في دراستك وحتى في نشاطك في السوشال ميديا وغيرها ومثال حلو للبنت الكويت يعطيك العافية شيء ما المليفي على وجودك اليوم وعن الموفقيا إن شاء الله حبيبتك جميعي إن شاء الله العافو متواصلي معاكم في فقرتنا ورح نشوف إبراهيم شنو وصلى معا هذه الطبخة بعد هذا البريك